الميليشيات التبعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني يبدو أنها باتت أهدافا مشروعة من قبل جهة مجهولة في معظم المرات وسط سمط الروسي حليف إيران في سوريا من جديد استهدف قصف صاروخي مطار الضبعة العسكري بيري في حمص الغربي والذي تتحصن فيه ميليشيا حزب الله اللبنانية المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن ستة انفجارات هزت المطار ويرجح بأن مصدرها إسرائيلي فيما لم يسجل معلومات عن خسائر بشرية كذلك لم ترد معلومات عن إسقاط أي من الصواريخ التي أطلقت على المطار في الوقت الذي أكدت فيه وكالة سانا للأنباء أن الدفاعات الجوية لقوات النظام تصدت لهذه الصواريخ ومنعتها من تحقيق أهدافها وسارعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون على لسان المتحدث باسمها إيريك باهون إلى نفي مشاركة الولايات المتحدة أو قوات التحالف الدولي بقصف مطار الضبعة وعلى خط موازن نفت البنتاجون أيضا استهداف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مواقع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في بادية دير الزور شرقي سوريا وفي نفي لما أورده المرصد السوري ووكالة سانا التابعة للنظام قال المتحدث باسم البنتاجون كون فوغنر أن هذه المعلومات خطأ وكان المرصد السوري أفاد بأن الضربات التي استهدفت جنوب مدينة البوكمال أسفرت عن تدمير ثلاثة آليات إضافة إلى مقتل 12 عنصرا من قوات النظام والميليشيات الموالية له فيما اتهمت وكالة سانا طائرات التحالف الدولي بتنفيذ هذا الهجوم يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى الانتقال لمرحلة التسوية السياسية التي اشترطها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بخروج كافة القوات الأجنبية من سوريا خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد